موسيقى 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 أحباء المشاهدين برحب بيكم في سلسلة دراستنا الحلوة في المسيح في إنجيل يوحنى وصلنا الحلقة رقم سبعة في هذا الإنجيل المبارك ونحاول نتأمل مع بعض ونصبر أخوار هذا السفر وكيف يبرز المسيح كابن الله الحي وصلنا للآية أصحح 1 آية 12 و13 أراه على ما سمعنا مرتين ونشوف بعض التأملات المهمة في هذه الجزئية وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله كنا بنتكلم أحبائي في الحلقة الماضية من الآيات دي أصحح 1 وآية 12 و13 عن الذين قابلوا الرب يسوع المسيح بإيمان قلبي صادق أنه الرب والمخلص الله بيعطيهم سلطان أنهم يكونوا أولاد لي ودي اللي بيسميها الكتاب عملية الولادة الجديدة أو الولادة من فوق زي ما هنفهم أكتر من أصحح 3 بعد شوية وعايز أقول كمان أن بالإيمان بالمسيح تغيرنا الولادة الجديدة من الداخل من الداخل للخارج يعني inside out وتعيد ترتيب سلوكنا ودوافعنا ورغباتنا وتدينا نظرة جديدة ومنظور جديد أحبائي الولادة الجديدة بتعطيك الحياة الجسدية وبتحطك في علتك دي الولادة الجسدية مثلا لكن الولادة بالروح الولادة الجديدة بالروح القدس بتعطيك الحياة الروحية وبتحطك في عيلة الله بالمقابل يا ترى اختبرت الحاجة دي هل طلبت من المسيح أنه يجعلك إنسان جديد وبالروح القدس ربنا يضمك لعيلته اللي هي الكنيسة وتصير واحد ووحدة من أولاد الله دلوقتي خلونا ننتقل من الآية 12 للآية 14 واللي بتقول إن المسيح كلمة الله صار جسدا وحلى بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوء نعمة وحق وهنا بنشوف إن بولادة المسيح صار الله بشرا وخلينا أوضحها شوية وأقول إن المسيح ما كانش جزء إنسان وجزء الله بل كان إله كامل وإنسان كامل 100% إله كامل 100% إنسان كامل وأوضح أكتر وأقول هو الله جل جلاله والإنسان الكامل القدوس عشان كده بيقول الوحي في كلوسي 2-9 إنه في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا حباقي قبل ما جاء المسيح كانت المعرفة الناس محدودة على الله لأنه روح أما بعد ما جاء المسيح اللي أعلن لنا عن مهيئة الآب صار الله منظور وملموس ومحسوس في المسيح عشان كده المسيح هو صورة الله غير المنظور بحسب كلوسي 1-15 هو التعبير الكامل لله في صورة بشرية وده اللي بيعطيه فرادة تامة محدش في كل الكون موجود بالكيفية دي عشان كده هو في كفة وكل البشر في كفة تانية إنجاز التعبير ولأنه هو المملوء نعمة زي ما شفنا في آية 14 بيقول لنا الوحي بوحي روح القدس الآية 16 إننا من ملؤه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة يا سلام آية في منتهى الروعة والعظمة والمجد والعز اللي احنا فيه في المسيح يسوع أختم معاكم بفكرة جات في الآية 17 اللي بتقول إنه النموس بموسى أعطيه أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صاره أحباء المحبة والعدل وجهين لطبيعة الله والله بتعامل معنا من خلال الطبيعتين دول باستمرار بنشوف في العهد الأديم ركز موسى على الشريعة والنموس والوصايا العادلة والمقدسة لكن في العهد الجديد بنشوف المسيح يعلن لنا بكل جلاء عن محبة ورحمة وغفران غفران الله غير المحدود لنا بنعمة بنعمة أفدية وكان هو الوحيد اللي تمم كل الشرائع والوصايا نيابة عنه المسيح له كل المجد في حياته القدوسة البارة تمم كل الوصايا نيابة عنه وبالتالي نقدر أنا وإنت نيجي النهاردة نحتمي فيه في بره ونجد قبول عند الله في بر المسيح الوحيد اللي أشبع قلب الله الوحيد اللي قال عنه القاب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه هو الوحيد اللي أسر قلب الآب عشان كده نقدر نجد قبول وسرور من الآب لما نيجي محتمين في بر المسيح اللي تمم كل وصايا النموس نيابة عنه هو البارة القدوس هنكمل حديثنا بنعمة الرب المرة اللي جاية والرب يبرككم ويحسن إلينا كلنا ولإلهنا كل المجد آمين اشتركوا في القناة